خمسة منعبية من غينيام كوديفور سينيغال زوز من غينيام واحد غاني كوديفور سينيغال معناك تم اليوم الانتدابات تمت على مستوى السنف الأكبر والأسنف في الشابة انتي رايك بطبيعة كفنية في الانتدابات اللي قام فيها النادي رادي سفيقسي هو الساعة والحاجة قبل ما نحكيه على الانتدابات راهو يزمنا نرجع نحط الموضوع في إطاره كيف نشوف المرحلة الأخيرة والمرحلة الصعبة اللي عديتها النادي رادي سفيقسي وخاصة الأيام الأخيرة نصور برشا خدمة في الكواليس باش معناتها النادي سفيقسي وسط رفعت منع الانتداب خاصة في المشاكل الأخيرة متاع لعبين جزائرين وعدم معناتها بعثين الورقة اللي خليت هيئة مكبلة شوية لآخر أيامات الميركات والساعات الأخيرة في الأخيرة احنا نشوفه كيف نشوفه معناتها اليوم ما في الفريق الأول يعني تعمل معناتها عقود لتقريبة عشر ملاعبية بخلاف الحكاية لينفوز الساعة تقريبا العدد الكامل لجميع الأصناف والفروع جو بونس ندي رادي سفيقسي تسمع ملون أنه ميركاتو محترم وحاجة به يا برشا لأنه في الأخر أنت كي ترجع حتى قبل ممكن لعناتها وإحنا كنا من ندي رادي سفيقسي كان ممنوع من الانتدابات لمرحلتين تقريبا من ميركاتو وكانت الناس ولت حتى بشجيل ندي رادي سفيقسي ولت معناتها تحسب شوية تقول لك فك علي أن الفريق ما فيه شفلوت فريق فيه مشاكل إدارية كذا اليوم الحمد لله معناتها هذه الثيقة رجعت بين الفرق الأخرى واللاعبين وهو كل الأعمال والفرق وهذه حاجة تحسب لي لمهومة أعتقد أن الحاجة باهية اللي معناتها في الميركاتو هذية الفريق يظهر لي حاول لي اختار الأماكن اللي أكثر شغرة واكثر ناقصة لأنه في الأخر هو نحن مشينا في سياسة باهية اللي هي خلينا أولاد النادي وأولاد الجوار دي كريو كما نقولوا يأخذوا أماكنهم ومعطيناهم فرص متاع لعبه ثم لاعبين اختيت حتى حتى 10 أو 12 أو 15 مباراة بش بور كونفيرما ولا يأخذوا بلاستهم ويمكن ربا ظهرت النافع وقت كنا ممنوعين نادي رادي سفيرس كانت ممنوعة من الانتي دي بيت جو بانس اليوم عودة زوز لاعبين كستوى زاموري ومحمدالي ترابلسي سيد جوارد اكسپيريونز جواري نجمو يعطيوا إضافة للفريق خاصة يعرفوا أجوء الداء وأنه أصعب حاجة في الميركاتو الشتوي إذا كنت ما هو الإضافة متاع الثنائي هذو ما اللي يرجعها كوتش شوف الإضافة متاعها أول حاجة نعرفوها ديما الميركاتو الشتوي صعي بيسر نادي سفيرس فيهم مرة راو في ميركاتو الشتوي شاب زادها فوق 12 أو 14 ملاعبي ومنجحناش فيهم يعني ثلاثة ربعة سنوات الأخير يعني في الموضوع متاع تزيري هذا لا مش تحديد يعني لا معناته مش تحديد معناته ثم ثلاثة أجوة 12 ملاعبي في شهر جانفي في ميركاتو وقت جيب 12 ملاعبي ما نتعيز ما كتجيب النقاقس اللي عندك باش نعم بيملكم معنا نسي كل لكن اليوم ندري يا دي سفيرسي لأنه كان ممنوع من تبيت حاول يدعم فريقه بالماكسيمم ولكن الافونتاج اللي هما انت ديبت مدروسة لأنه حكينا على محمد علي ترابلسي الزموري ولا المهذبي تقريب هذو ما ثلاثة أكبر لاعبين في الفريق لأنه الباقية دي ملاعبية 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 وملاعبية وملاعبية ندري يا دي سفيرسي كان هناك الهجومية اليوم ندري يا دي سفيرسي كان من ناحية الهجومية ما يضافه أكثر المهمة هو أن كون تتدابط في المجموعة وهذه أهم حاجة تجعله كيفاش نعطره وكيفاش ندخله في المجموعة لم يكن شيراه هنا نرجع لك نرجع لك فوزي على الأمور المالية نزيل برجة حديث الاداتاتيون مهم جدا نرجع لك